صار مهم النادي الزمالك على نادي سموحة أداءا ونتيجة ومعنويا وكل شيء مجرعة كانت مهمة جدا لنادي الزمالك في الوقت الحالي رغم كم هائل من الغيابات اللي ضربت الفريق سواء بسبب الإصابة أو بسبب الغيابات الإدارية زي ما حصل مع مصطفى محمد اللي عنده مشكلة مع إدارة النادي المؤقتة بسبب أن هو عايز يحترف والإدارة مش عايزة تسيبه دلوقتي عايزين يسيبه بعض الأولمبياد في الصيف الجاي في ظل كل ده لعيبة نادي الزمالك النهاردة لخلوا مباراة قدموا مباراة رائعة جدا 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 فيما يخص التكتيج الفني داخل مبارا والتركيز وشوفنا لعيبة نادي الزمالك في مستوى جيد أكثر بكتير من اللي كانت متوقع في ظل الغيابات اللي كانت موجودة في الفرقة النهاردة بتكلم على وسط ملع دايز الزمالك بالكامل ما كانش موجود سواء طارق حامد أو في الجنس السنائي الأساسي في الفريق طارق حامد طبعا لسه يعني الحمد لله أنا ربنا شفايا من كورونا بس ما كانش مستعد لمباراة وفرجال السنائي قاعد على الدكة طوال التسعين دقيقة نادي الزمالك قدر من البداية ينهي المباراة ويقتلها من بدايتها بسبب قوة الفريق وتركيز اللعيبة وبرضه وبسبب الأخطاء الفادحة اللي عملها الكابتن أحمد ثاني مدير فن نادي سموحة ولعيبة نادي سموحة خلونا ببساطة نبص على بداية المباراة اللي كان فيها ملخص المباراة بشكل كبير والضغط اللي عمله نادي الزمالك على فرقة نادي سموحة اللي كان أعتقد فيه زخم على الفريق ده عمله وتسبب فيه المهندس فرج عامر بسبب تويتاته وكتاباته الكتيرة جدا على تويتر وعلى فيسبوك حسس الناس ان سموحة هينزل بدافع الفوز والفرقة هتستغل الوضع في نادي الزمالك وان احنا هنشوف فرقة مميزة وطبعا الكلمة اللي كتابها هنلاعب الزمالك بأسطوب الحزام وش أسطوب الحزام والكلام ده أكيد خد مساحة كبيرة جدا والبعض تخايا نحنا هنشوف فرقة بتلعب كرة حلوة وسريعة في التحارف لكن فجئنا بالعكس نادي الزمالك بدأ المباراة بضغطة عادي جدا على فرقة نادي سموحة وعادينا نركز على الجابهة اليومنى عن نادي سموحة اللي كان فيها أطهر الطاهر المدافع السوداني طبعا شوفنا مع نادي الهاني السوداني السنة الثالثة قدام نادي الأهلي وكانت واضح جدا ان الجابهة دي هي اللي بيلعب عليها جيمي فاتشوك نادي الزمالك قدر يغلط لعبي سموحة طبعا فرت نادي سموحة وكابتن أحمد سامي بيبدأوا الهجمات من عند الهاني سليمان شوفناها كتير قوي ضغط نادي الزمالك كان بيولد أخطاء كتيرة عند لعبي نادي سموحة لكن الأساس أن أول نادي الزمالك كان بيستلم الكرة في نص الملعب كان على طول الأجنحة لأول مرة بصراحة أشوفها من فترة عند نادي الزمالك أشوف التركيز من الأجنحة أن هما يختارقوا للداخل ما كانش فيه فتح الملعب على الأطراف كان فيه اختراق دائما للداخل خصوصا من عند أشرف بن شرق ودي وضحت فيه الكرة أول كرة أول كرة تلعبت أول هجمة يعني نادي الزمالك اللي أشرف بن شرق يقدر أن هو يختارق الجابهة دي أطهر الطاهر عمل خطأ فادح أنا ما شفتوه بصراحة من سنين من فول باك أنه يعمل حركة دي محفوظة في فول باك لو أنت النهاردة متفق مع تاكتك اللعب بتاع الفريق أن هو بيلعب على الأوف سايت راب أو مسات سلل أن أنا بضرب بعيني وأشوفه أنا متفقين بنتلع مرة واحدة أطهر الطاهر لما طلع أوساب أشرف بن شرقي يعني الكرة طبعا كان فيها أتسلل طبعا لكن تحيث أن أطهر الطاهر ما كانش مركز مع أشرف بن شرقي ومجرة بس هو عايز يكشف مسات سلل وخلاص كانت غلطة فادحة جدا وخلتني أركز مع أطهر الطاهر طوال وخمسة وواربعين ديئة اللي هو فعلا ملعبش غيرها لو كان لازم أصلا أطهر الطاهر يتغير بعد الديئة خمسة وعشرين بعد كم الكوارث اللي اتعملت من الجبهة بتاعته وطبعا تفوق عليه أشرف بن شرقي بنتكلم في فرق مستوى كبير جدا فجوة شسعة ما بين الاتنين وأن أشرف بن شرقي لعب أطهر الطاهر طبعا كانت مدية أفضلية كبيرة نادي الزمالي طبعا هنتكلم أكيد على أحمد فتوحي اللي جابها هدف ولا أروع ولا أحلى من أحلى أهداف الموسم الحالي الجبهة اليمنى لي نادي سموحة اللي هي الجبهة اليوصلة نادي الزمالي كانت مخترقة تماما لصالح الفريق أبيب من حتى من اللعبة اللي أنا وطلقوا عليها اللي هي كان فيها تسلل على أشرف بن شرقي وبعدها طبعا أكيد راقة الجزاء فيها طبعا راقة الجزاء الصحيحة مليون في المية فيها طبعا بعد التوفيق نادي الزمالي أن يوسف أوباما حطى رجل في التوقيت المناسب عشان يخلي مدفع سموحة يعني يخبطوا في الكورة دي بس أكيد طبعا هي مش من تاكتك مش مش شيء ولكن كانت نتاج للضغط اللي بيمرسه نادي الزمالي على سموحة في نصف الملعب نيجي بعد كده ونشوف الهدف التاني اللي جابه أحمد فتوح وبرضو من جابهة أطهر الطهر اللي بدأ يحاول قد ما يقدر إن هو يهرب لقلب الملعب طبعا إحنا عارفين التاكتك ده التاكتك معروف إن الفول باك بيرجع يلعب كمساك ويرجع الوينجر هو اللي يعمل دور الفول باك اللي تخيل لما أحمد فتوح يستلم الكورة بالضبط بالضبط من المنطقة دي ونال يسموحها لحد ما كان بيدافع بحوالي ست لعيبة وكمان لعب خط الوسط كان بيدم هنا عشان يعمل السلاسية والدام أشرف بالشيء طبعا كان فتح الخط طالبا أن أحمد فتوح طاير وهي أحمد فتوح بيختار كل الجابهة دي كانت طبعا حلقة ساز جالي لغاية من دفاع نادي سموحها أن يسيب فول باك نادي الزمالك يختارك كل الاختراك ده ويرقص ويحط غاية لما يوصل غاية منطقة الستة ياردات عند الهاني سليمان وينفارد بيه ويحط الكرة بسهولة في المرمى طبعا كان خطأ سازك جدا جدا من دفاع نادي سموحها وأعتقد بعض الهدفين دول خصل انهيار تام نفسي ومعناوي لعيبة نادي سموحها وبرضو حصل هدوء عند لعيبة نادي الزمالك اللي حاسوا أنه خلاصت ثلاث نقطة تضمنه ومش بحتاجين نعمل حاجة تانية دي نقطة وربما نقطة محتاج جيمي باتشيكو يشغل عليها ينفع ليه بطلب مينفعش ان هو يهدي الرتم بعد 2 صفر في اول شوط او حتى اول نصف ساعة لازم دايما الرتم يبقى شغل بصورة مستمرة ولازم دايما ان اللعيبة تبقى دايما في قمة تركيزها طوال التسعين ديئة مش شرط انها تقدمت ليه؟ لان انت ممكن نادي سموحها يخطف هدف يقل بيل فارق من ضربة سابتة من فاول من ضربة رقنية لو تفتكروا ملتش الساعة اللي فاتف الدور التاني نادي الزمالك كان بتقدم تلاتة واحد تلاتة واحد وقد نادي سموحها يجيب هدفين في اخر خمس دقايق دي واحدة من النقطة اللي محتاج اكيد جيمي باتشيكو يشتغل عليها تاني نقطة اعتقد برضو محتاج جيمي باتشيكو يشتغل عليها هي منطقة نص الملعب ربما روءة النهاردة كان عنده بعض الاخطاء في سويق التغطية لكن اكيد تم تغطيتها من المساكين ولكن نص ملعب اكيد نزل ماك اكيد طبعا فيه امور سلباء لغياب طريق حامل وفرجان اساسي ولكن برضو مش عايز اقل من مجهودات روءة وامام عشور ولكن اكيد الاثنين دول ما يساويوش الاثنين دول برضو فيه فرق في مستوى عايز اشيط بتجربة حميل احداث في مركز المهاجم الصريح او حاجة كيه شبيهة وازال مكنت بتكلم على محمد شريف والداد الالح طبع 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 مستوى مستوى عالي جدا جدا معنادي الزمالك في مركز آس الحربة ووصل مستوى لان هو فعلا اصبح المهاجم الاساسي للفريق والمهاجم الاساسي لمتخب مصر الاولمبي والاول مستوى محمد طبعا اكيد بقى له فترة خصوصا بعد مطش نهائي دور الابطال افريقيا خلاص هو خد القرار ان انا عايز امشي اروح سان تيتين الفرنسي اللي مقدم لي عرض وانا عايز امش اخد خلاص اخد التجربة الاوروبية ده كان اتفاقي مع الادارة السابقة ان بعد نهاية دور الابطال اروح احترف الفريق طبعا ما حققش دور الابطال ولكن مصر محمد اكيد ما عندهش المساح ان هو يستنى الاسطيف يجي يقولك انا ما تمنش اين يجيلي طبعا انا حتاني للزمالك يقولك استنى هتقدم مستوى عالي في الاولمبياد وممكن يجيلك عروض اكبر وعروض افضل هو يقولك لا والله انا مش عايز انا مكتفي بالعرض ده وحابب وعايز ابدأ من فرنسا في فريق متوسط فدخلين في الاشكالية دي وواضح ان هي مش هتنتهي بعودة مصر محمد للمركز لكن حميد احداد بصراحة لعيب سريع لعيب خفيف بيتحرك بيعمل ازعاج اه فنشر عنده مشكلة لسه يعني انك بتتكلم على لعيب بقاله فطلة طويلة بيلعب جناح لما تيجي تحطه مهاجم صريح بتاخد شوية وقت منه عشان يركز في الفنشر انما كان عامل ازعاج لمرمى سموحة عامل ازعاج لتفعل السموحة بيتحرك بيضغط مش واقف في مكان واحد يسهل مراكبته وبالتالي كان عامل ازعاج كبير فبشيب بتجربة حميد احداد مع نادي الزمالك الف مبروك لدي الزمالك الثلاث نقاط هارد لك لنادي سموحة والكابل ناحمد سمي اكيد محتاج شغل كتير اول فرقة بصراحة مش زي ما شوفنا مين المهندس فرج عامر على تويتر انحنا هنشوف فرقة والحزام مش الحزام ده طبعا اكيد ما شوفنا موش النهاردة والفريق يعني برضو طلقة هزيمة مستحقة لان الفريق مقدمش اداء اعتقد مطش 3 3 الفريق اداءه احسن بكتير من اللي شوفناه النهاردة في امورا تاني الفمبروك نادي الزمالك هارد لك نادي سموحة كنت معاكم كريم سعيد في حلقة ترند يلا كنا موسيقى